أعزائي التلاميذ، عزيزات التلميذات الآن سنقدم لكم الدرس الثاني من المجزوء الثاني تحت عنوان البيئة بين التوازن والاختلالات بمحور المنظومة البيئية واختلالاتها إذن الدرس الثاني يحمي العنوان ملف حول كارثة طبيعية الزلازل في المغرب تتمحور أهداف هذا الدرس حول تحديد مفهوم الكارثة الطبيعية وبعض أنواعها كما سنتعرف على التوزيع الجغرافي للزلازل في العالم والمغرب كما سنعذف من خلال هذا الدرس إلى تقدير التدابير المتخدة للتوقع والتدخل والتقليص من خسائر الزلازل في المغرب إذن مع مفهوم الكارثة الطبيعية وبعض أنواعها الكارثة الطبيعية هي الضمار الكبير الذي تتحكم في مجرياته وأحذاته ووقته الطبيعة من تلقاء نفسها أي بدون تدخل عنصر البشري وهي تتميز بعدة خصائص من أهمها أنها تأتي بشكل مفاجئ وتكون داد تأثير شديد على الاقتصاد الوطني على الحياة الاجتماعية وعلى البيئة تفوق إمكانيات مواجهتها قدرة الموارد الوطنية لذا تتطلب مساعدة دولية تتعدد أنواع الكوارث الطبيعية كما نشاهد في الصورة فهناك البراكين موجات المد البحري التي تسمى بالتونامي بسبب وقوع الزلزال داخل المحيطات ثم حرائق أيضا الزلازل ثم الأعاصير بالإضافة إلى بعض الأنواع الأخرى كالفيضانات إلى آخره الآن سنتعرف على التوزيع الجغرافي للزلازل في العالم كما نشاهد أعزاء التلاميذ عزيزات التلميذات أمامنا خريطة توضح أهم مناطق الزلازل والبراكين في العالم تتمركز الزلازل في منطقة البحر الأبيض المتوسط ودول جنوب شرق آسيا الفلبين، ماليزيا، طايوان إلى آخره بالإضافة إلى جزر المنتشرة داخل المحيط الهادي والساحل الغربي من القارة الأمريكية وتنشط هذه الزلازل في المناطق الصابقة الذكر لكونها تقع في خط تقارب أو تباعد صفائح على سبيل المثال فالصفيحة الإفريقية تتباعد عن الصفيحة الأمريكية أو في منطقة التقارب مثل ما يقع في منطقة المحيط الهادي أو في دول جنوب شرق آسيا إذن سنتعرف على مفهوم الزلازل وهو أساس هذا الدرس وبعض التدابير المتخدة لمواجهته إذن مفهوم الزلزال الزلزال عبارة عن هزات أرضية تحدث من وقت إلى آخر تحدث في اليابسة أو في الماء أو كلاهما معا بسبب الطاقة المخزنة في القشرة الأرضية فتنضغط كتلة الصخور على بعضها البعض بشكل كبير مما يتسبب في انزلاقها إذن الزلزال هو أولا عبارة عن هزة أرضية مفاجئة الزلزال بطبيعة الحال مصدره وباطن الأرض يمر في وقت وجيز أي بضع تواني كما يخلف خسائر مادية وبشرية أحيانا إذن سنتعرف الآن على الأسباب الرئيسية لحدوث الزلزال السبب الأول التقاء الصفائح التكتونية للقشرة الأرضية أو ابتعاد الصفائح التكتونية للقشرة الأرضية كما يحصل في المحيط الأطلسي بالإضافة إلى التقلصات التي تحدث للقشرة الأرضية أيضا نشاط البراكين يساهم في حدود الزلازل بالإضافة إلى الشقوق والصدوع التي تعرفها القشرة الأرضية نمر الآن إلى الأعطار الناتجة عن الزلازل الزلزال يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض بعض المناطق في القشرة الأرضية كما يساهم الزلزال في ارتفاع الأمواج في البحر والمحيطات وظهور حالات المد البحري التي تسمى بالتسونامي تدبير المباني والسدود والجسور وغيرها كما يساهم الزلزال في خسائر في الأرواح أي خسائر بشرية كما يساهم في تشقق الطرق والتواء خطوط السكك الحديدية الآن سنمر إلى بعض النماذج التي عاشها تاريخ المغرب أو المغرب بصفة عامة عرف المغرب زلازل عديدة في القرون الماضية على رأسها زلزالين خطيرين في العقود الأخيرة أولها تعرض مدينة أقادير سنة 1960 لهزة قوية خلفت ما يزيد عن 12 ألف من الضحايا وآلاف الجرحة ثانيها زلزال حسيمة سنة 2004 يعتبر من أخطر الزلازل بعد زلزال مدينة أقادير خلف ما يزيد عن 628 قتيل 929 دوج روح بالغة وأزيد من 15 ألف ومائتين وثلاثون بدون مأواق تعود الضاهرة الزلزالية بالمغرب إلى عاملين أساسيين أولها أن المغرب ينتمي إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تشهد نشاطاً زلزالياً بسبب تقارب الصفحتين أولاً الصفحة الإفريقية بالإضافة إلى الصفحة الأوروأسيوية العامل الثاني الذي يساهم في حدود الزلازل بالمغرب أن المغرب يتأثر بالزلازل الصادرة عن الدرع الأطلسي بشكل غير مباشر إذن كما نشاهد هذه بعض مخلفات الكارثة الطبيعية بالمغرب زلزال مدينة أجادير 1960 وأيضاً زلزال مدينة الحسيمة سنة 2004 كما قلنا خلف العديد من القتلى أو خلف خسائر بشرية كما خلف أيضاً خسائر على المستوى المادي إذن سنتعرف الآن على بعض التدابير أو بالأحرى الإجراءات التي يمكن أن نتخذها للتخفيف من حدة الزلازل أولاً المطلوب هو الإبتعاد عن المركبات البناء والأسلاك الكهربائية أيضاً الاعتماد على ما هو صلب كالباب والمائدة أو الكرسي عدم الخروج من المبنى إلا بعد توقف الهزة الأرضية إحداث مراصد للتنبؤ بالزلازل أيضاً من الواجب إحداث قانون البناء بطبيعة الحال يجب أن يكون مضاداً للزلازل من قبل علماء في الجيوفيزياء ومهندسين معماريين أعزاء التلاميذ عزيزات التلميذات ماذا نفعل عند حدوث الزلزال؟ إذ كنت في البيت اختبئ أسفل قطعة أتات صلبة كالطاولة احتمي بمدخل الباب في حالة كنت قريباً منه انبطح على الأرض وغطي رأسك ابتعد عن النوافذ عزيزي التلميذ عزيزة التلميذة في حال تواجدك بالمتجر ابتعد عن الرفوف كي لا تسقط عليك انبطح أرضاً في حال كان المتجر مليئاً بالناس أما إذا كنت في الشارع ابتعد عن البنايات الأشجار الإشارات الضوئية أو أي شيء يمكن أن ينهار أما إذا كنت في السيارة فابتعد عن المنحدرات الجبلية بطبيعة الحال ابتعد عن إشارات المرور والأشجار أوقف السيارة ولا تخرج منها ولا تقف أسفل الجسر في الختام نستنتج أن الزلزال من الكوارث الطبيعية الخطيرة التي تهدد حياة الإنسان وتؤثر أيضاً سلباً على الطبيعة وبالتالي تساهم في اختلال التوازن البيئي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر